بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يقول الله عز وجل في بداية سورة النساء مخاطباً الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً في آية واحدة يخاطب الله عز وجل فيها الناس جميعاً ولكنه يؤكد في آية واحدة أهمية التقوى الأمر الإله العظيم فيبدأ بقوله اتقوا ربكم وفي الثانية في آية واحدة واتقوا الله بداية الآية الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم وتدبروا معي اختيار الله عز وجل لهذه اللفظة الرب الربوبية ربي سبحانه وتعالى يذكر خلقه أجمعين وواضح جداً أن الآية لم تبدأ بخطاب المؤمنين على الرغم من أن الآية في سورة مدنية نزلت في المدينة ولكن الخطاب شامل يا أيها الناس وحين جاء بأمر التقوى قال اتقوا ربكم العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده أولاً وأخيراً هي علاقة رب والرب كلم جامع لكل ما يمكن أن يدخل تحتها من التربية فالله سبحانه وتعالى يربي خلقه وعباده يربيهم بالأشياء الحسية المختلفة يربيهم بما سخر لهم في السماوات وفي الأرض بما هيئ لهم من أسباب الرزق المادية والمعنوية هذه تربية فربي سبحانه قبل أن يأتي بالأمر الإلهي قال اتقوا ربكم فحين تكون العلاقة علاقة تربية وحين يستشعر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بأوامره حين يأمر وينهى إنما هو مربي ويربي ومن المتعارف عليه أن من يربي ولله المثل الأعلى تكون النفس قد جاءت بكل معاني الرحمة وبكل معاني الشفقة والعطف والحنان على من يربيه والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في علاقته مع خلقه هذه العلاقة بنيت على المحبة بنيت على الرعاية بنيت على تولي شؤونهم ولذلك جاء الأمر بالتقوى من قبيل التربية من قبيل المحبة من قبيل الرعاية فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآية أني أنا حين أتقيه وحين أتحرى معاني التقوى في حياتي وفي علاقاتي مع الناس لأننا كما نعلم سورة النساء سورة اختصت بذكر العديد من العلاقات علاقات مالية علاقات أسرية علاقات اجتماعية لا يمكن لهذه العلاقات أن تأتي الأوامر الإلهية فيما يختص بجزئياتها دون أن تبنى على أساس قوي متين وأي أساس أقوى من التقوى التقوى التي تجعل الإنسان يستحضر في قلبه وتصرفاته رقابة الله سبحانه وتعالى ولذلك ختمت الآية بقوله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا يراقب سبحانه وتعالى يعلم السر وما هو أخفى يعلم النوايا ويعلم المقاصد ويعلم كل الحركات وكل الخواطر وكل ما يمكن أن يحدث الإنسان نفسه به قبل أن يتحول إلى إرادة أو إلى فعل وعمل في واقع الحياة هذا الأمر الإلهي كثير من الناس اليوم حين يستمع إلى كلمة التقوى أو التقوى تحدث عنده نوع من أنواع الخوف والزلزل في قلبه وبالفعل الكلمة تستحق كل هذه المشاعر ولكن حين أربط هذا الأمر الإلهي بأنه صادر من رب غفور رحيم كريم يرعى عباده ويراعيهم في شؤونهم وحين يأمرهم بالتقوى إنما لصلاح شأنهم والله سبحانه وتعالى في آية واحدة في سورة النساء يريد أن يذكرنا قبل أن يبدأ بتفاصيل الأوامر والنواهي وتحديد العلاقات الإنسانية في المجتمع وفي الأسرة الدولية العالمية بشكل عام الناس جميعا يقيمها على أساس التقوى التقوى ذلك الشيء الذي يضمن ضمان حقيقية صلاح هذه العلاقات وصلاح العلاقات حتى على مستوى الدول على مستوى العالم لا يمكن أن يتأتى فقط من قوانين وأوامر القوانين والأوامر لا تفعل فعلها الحقيقي في الواقع وفي المجتمع دون وجود التقوى دون وجود الشعور الذي ينمي التقوى في نفس الإنسان وفي آية واحدة في سورة النساء ربي عز وجل بيّن مفتاح التقوى حين قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء الخلق أصل الخلق واحد غالباً الظلم أو التفاوت في العلاقات الإنسانية اقتصادية اجتماعية كل أشكال العلاقات يأتي من استشعار الإنسان بأنه أفضل من غيره يأتي من شعور شعور غير صحيح غير سليم بأن ما أعطاه أو وهبه الله سبحانه وتعالى من أمور دنيوية مادية مالية مواهب معارف هي مدعاة لأن يميز نفسه عن الآخرين القرآن بيعيد الأمور إلى نصابها لا ضمان لاستقرار العلاقات في المجتمع مهما كان ذاك المجتمع بسيطاً في تكوينه الأسرة تعتبر جزء من المجتمع الإنسان كفرد في هذه الأسرة وفي المجتمع لا يمكن أن يحقق هذه المعاني بدون التقوى التي تؤسس على استشعار قيمة هذا الإنسان في نفسه وأنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق غيره من نفس واحدة لا تفاوت ولا طبقية ولا عنصرية ولا تمييز لماذا؟ حتى تبدأ أواصر العدالة في المجتمع وفي العلاقات الإنسانية تتحقق على عين من الله سبحانه وتعالى ورقابة منه عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر